يدلي اليوم قرابة خمسين مليون ناخب فرنسي بأصواتهم في الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة لاختيار رئيس من بين 12 مترشحاً على أن تجرى الدورة الثانية في الرابع والعشرين من الشهر الجاري وقالت مصادر أعالمية إن المؤشرات الأولى للنتائج ستظهر مساء اليوم بعد إغلاق آخر مراكز الاقتراع هذا وتفيد استطلاعات الرأي بأن الرئيس المنتهية ولايته أمانوال ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان يبقيان الأوفر حظاً للمرور للجولة الثانية